تستمر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على إيران من خلال فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها تلك العقوبات التي جعلت الاقتصاد الإيراني يعاني من ضعف وتراجع كبير فضلا عن انهيار العملة التي أثرت بدورها على جميع مناح الحياة في إيران العقوبات أعادت إيران إلى الوراء بحسب خبراء الاقتصاد ووصفت بأنها الأشد على الإطلاق على قطاعات الطاقة والنقل البحري والمال وجميع القطاعات الأساسية الأخرى إذ تمنع العقوبات الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران وكذلك مع الشركات الأجنبية العاملة هناك ومع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية أعلنت الولايات المتحدة مجددا أنها تجهز لفرض حزمة من العقوبات الجديدة على القطاع المالي الإيراني بحسب مصادر في الكونغرس والتي أكدت أن العقوبات الجديدة هذه ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية الخطوة الأمريكية تتعاقب أسابيع من إعلان واشنطن إعادة دخول العقوبات الدولية على إيران حيز تنفيذ فيما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من عدم الالتزام بتطبيق قرار واشنطن من خلال استخدام سلطات الولايات المتحدة الداخلية لضمان فرض الالتزام بهذه العقوبات كي لا تجني طهران مكاسب نشاطاتها النووية والإرهابية المحظورة وعلى الرغم من الإصرار الأمريكي على إعادة تطبيق العقوبات على إيران إلا أن واشنطن تبدو وحيدة تقريبا في موقفها حيال ذلك إذ أن العديد من القوى الأخرى كالصين وروسيا وبعض الدول الأوروبية وقفت في وجه الخطوة الأمريكية وعارضتها أما إدارة ترامب فإنها تتصرف حاليا وكأنه أعيد فرض العقوبات الدولية على طهران في وقت يرجح فيه المراقبون بأنه قد يتواصل ارتفاع منسوب التوتر بين واشنطن والقوى الأخرى في حال نفذت الولايات المتحدة بالفعل تهديدها بفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي لا تلتزم بالعقوبات الجديدة بحق إيران